أدى تبادل لإطلاق النيران بين قوات أمريكية وأفغانية خلال تدريب مشترك إلى سقوط قتل من الجانبين في شرق أفغانستان وفقاً لمسؤولين أمريكيين وأفغان أعلن الجيش الأمريكي مقتل جنديين أمريكيين وجرح ستة آخرين في هجوم نفذه جندي أفغاني بينما أعلن مسؤول أفغاني وقوع خمسة قتل أفغانيين الحادث وقع في مقاطعة نانجرهار وهي منطقة ينشط بها عناصر من حركة طالبان وفرع لتنظيم داعش وكانت القوات الخاصة الأمريكية تساعد قوات الكوماندوز الأفغانية والجيش الأفغاني في تطهير منطقة مهددة من قبل طالبان بحسب صحيفة نيويورك تايمز لتزال المعلومات المتعلقة بتفاصيل الحادث غير واضحة وتناقضت بين روايتين إحداهما عن تبادل إطلاق النار بعد دخول متسللين من طالبان والأخرى عن هجوم داخلي نتيجة جدال بين قوات التحالف تحول إلى خلاف دموي يأتي حادث إطلاق النار الأخير في وقت حساس من الحرب التي بدأت في أكتوبر 2011 فواشنطن تضع اللمسات الأخيرة على محدثات سلام مع حركة طالبان كما أن السنوات الأخيرة سجلت انخفاض عدد الهجمات في أفغانستان مع تراجع الوجود الأمريكي ودعم واشنطن للقوات الأفغانية يذكر أن الجيش الأمريكي له وجود في أفغانستان بحوالي 13 ألف جندي ويقوم في الغالب بمهمات تدريبية للقوات الأفغانية مع تنفيذها عمليات لمكافحة الإرهاب رشخيات العربية